مرحبا وكيف الحال؟ تبريد الأنسجة وجسم الإنسان بالمية الباردة أثناء الاستحمام مفيد لهذه الأنسجة فالمصابين بنحط عليهم مواد تبرد مناطق الإصابة حتى تخفف آلامهم 30% من الناس بشكل عام بيحبوا يتحمموا بالمية الباردة بطرق مختلفة أكيد 4% منهم بيستخدموا أسوأ طريقة الاستحمام في المية الباردة اللي بتدمر صحتهم وحنحكي هذه الطريقة كيف وحنحكي عن أفضل وقت للاستحمام بعلقتنا اليوم بالمية الباردة بحلقتنا اليوم حنحكي عن كل ما يتعلق بفوائد المية الباردة والاستحمام فيها وأفضل الأوقات وكيفية التعود على استخدامها هل صحيح أن الاستحمام بالمية الباردة بيخليك تفقد المزيد من الدهون؟ وهل هذا معقول أنه أنت ممكن تخسر 4.5 كيلو بمجرد أنك تتحمم بالمية الباردة؟ وهل بيفيد الاستحمام أو بيأذي خصوبة الرجال؟ وهل فعلا الاستحمام في المية الباردة بيرفع المناعة ولا بيدمرها؟ ومين أفضل؟ نتحمم بالمية الباردة ولا الدافية؟ كل هذا سنحكيه في حلقتنا اليوم لكن في بداية حلقتنا اليوم اكتب لي بالتعليقات هل أنت من الناصر بتتحمم بالمية الباردة ولا لا؟ وهل أنت بتستخدم آخر طريقة لحنحكيها كيف تتعود فيها بالمية الباردة؟ اكتب لي الطريقة اللي بتتحمم فيها بالمية الباردة تحديداً أكيد بداية حلقتنا اليوم جيب فنجان قهوة أكيد دافي وساخن في ورقة وقلم خلينا نسجل كل التفاصيل درجة حرارة جسم الإنسان 37 ولما الواحد يتحمم بمية باردة هذا بأثر سلبا على درجة حرارة الجسم ويصير يبرد فبدخل الجسم في حالة من التكيف الغير المريح حتى يرفع درجة حرارة الجسم هون بتيجي مربط الفرس في الاستحمام بالمية الباردة التوتر اللي بيصير في فترات مؤقتة بيخلي جسمك يتنشط ويرفع عملية الأيد فبتستفيد في كل جسمك نتيجة هذا الحمام عشان هيك عملية الإصابات الناس اللي يصابوا بنحط عليهم مية باردة في منطقة الإصابة في البداية حتى نقلل الآلام اللي بشعر فيها هذا المصاب قبل ما نبلش نحكي عن الفوائد السحرية واللي بتفيدك لما أنت تتحمم فيه المية الباردة خلينا نروح شوية على التطرف نشوف لو أنت حبيت الحلقة كتير وحبيت تسبح في مية درجة حرارة خمس درجات مئوية بتعرف شو فيه ممكن يصير في جسمك خلينا نحكي لك الأسباحين اللي بيسبحوا في هاي المناطم المياه المتجمدة بعضهم بوصلوا للوفاة بسبب عدم قدرتهم على الوصول للخط النهاية بسبب الشلال اللي ممكن يصير فيهم بسبب السباحة في درجة حرارة خمسة مئوية وما يغرق اللي بتصورو لك أنهم بيسبحوا بالتلج لأنه كتير متمرس فلا تجرب تكون زيه في اللحظات الأولى من دخوله للمي بيصير فيه تقلص في حجم الرئة وبالتالي بيصير صعب جدا التنفس بيصير تسارع جدا في عملية التنفس فبطل قادر أنه يطلع زفير كما يجب فبطل تراكم ثاني أكسيد الكربون في رأته وأكيد جسمه هلا لما يدخل في الدقيقة الأولى ويوصل إلى 30 دقيقة الأولى بيزداد سرعة النبض القلب حتى يعود نقص الأكسوجين وبتسارع سرعة الدورة الدموية حتى تنقل الأكسوجين الناقص هذا للكطنة العضلية وللأعضاء الداخلية مين أهم؟ نعطي الأكسوجين للمخ نعطي الأكسوجين للكلة والكبد ولا نعطيهم للإجران أكيد للكلة والكبد فبالتالي بتتقلص كل الشرايين في المناطق الطرفية وبتروح الدورة الدموية معظمها لمنطقة البطن بعد الدقيقة الثانية والنهاية الدقيقة الثانية بتكون خلصت أنت أسوأ مراحل التكيف وببلشت ترتاح للخفاض في درجات الحرارة بس لا يغرك هذه الراحلة لأنها مؤقتة لأنه بمجرد ما توصل البرودة للعضلات وتصير حرارة العضلات تقريبا 30 درجة مئوية بتصير قدرة العضلات على إنتاج الطاقة بتنقص بحدود 6-7% مش بس هيك لما توصل البرودة للأعصاب بصير السيال العصبي بطيء وبالتالي بصير عندك قدرتك على المناورة واتخاذ القرارات السريعة بتصير أبطأ مع انخفاض المستمر في درجات الحرارة بصير فيه نوع من الشلل في الأعصاب اللي بتقدر توصل السيال العصبي للعضلات وهذا السباح ممكن يفقد القدرة على الحركة اللي أصلا قبل ما يوصل لهاي المرحلة بصير عنده ضعف في التركيز ومش قادر يتخذ قرار سليم بأنه يوقف ويرجع وإذا كان متورط في وسط البركة بلاقي إنه بلش يشوف المنطقة كلها سواد وبس شايف نفق الهلاك اللي أمامه يعني بالأخير بيتراكم بصير يعملها على حاله وبصير الدم اللي عنده اللي تراكم في منطقة البطن يتفرغ مع البول وهذا بيأدي لانخفاض الضغط في الجسم وتوقف عضلة القلب أما هلأ خلينا نحكي الفائدة بس تتحمم في بيتك بدون ما تتورط بالإكستريم عندك الكورتزون والأدريناليل وبالتالي بيزداد عندك النشاط بصير دماغك أكثر يقضى وانتباه بيزداد سرعة نباضات القلب عندك وبتزداد سرعة الدورة الدموية هذا الإشي بيخليك تتنشط كما لو إنه ما أخذ جرعة مرتبة من الكافيين أما الفائدة الثانية فهي سيادة سرعة الدورة الدموية لا تنسى أنه أنت بصير فيه تضيق في كل الشرايين فبالتالي لما تصغر أنت مقطع البربيش وانت عمالك بتسأل نباتات بيزداد سرعة الضخ وبيزداد المسافة اللي بيوصلها هذا بيصير بالزبط بجسمك مش بس هيك أنت لما توقف عملية الاستحمام ترجع بترتاح كل هاي الأوعي الدموية فبتزاد سرعة وصول الدم وكفاءته للأماكن البعيدة اللي أنت قلصت الوصول إليها أثناء الاستحمام بالمي البارد الشغلة التالية اللي بك تعرفها لأنه عمالك بتعمل تقلص في الشعرات الدموية في المورس القريبة من الجلد بعدين بتفتحها بعد الاستحمام بتلاقي أنه بشرتك بتصير أكثر نضارة وشعرك بيكون أفضل ولأنه المي البارده بتخدر وتعمل خدران في الأعصاب فبتلاقي آلامك الموجودة والحك الموجودة عندك في الجلد بتقل لما عمالك بتتحمم في المي بارده أما في النقطة الرابعة بدنا نجاوب على السؤال هل الاستحمام بالمي البارده بيزيد من خصوبة الرجال ولا بيقلله هلأ الخصية موجودة ومدلية خارج الإنسان ودرجة حرارة الجسم 37 فالخصية بعيدة عشان تنزل درجة حرارة لـ 35 لما بصير الاستحمام بالمي البارده بتنخفض الحرارة هذه أكتر حسب الدراسات بيزداد إفراز هذه الخصيتين للحيوانات المنوية 500% بالإضافة أنه بتتحسن كفائتها وشكلها وبيزداد نشاطها وقدرتها على الحركة لكن إذا بدنا نشوف التستسترون بتختلف الآراء لكن حسب الدراسات بيقل كمية التستسترون اللي بفرزه أثناء الحمام السخن ما بالتالي لو حفظنا الحمام البارد فبالتالي الرغبة الجنسية عند الرجل بتقل فأكيد مش إشي مناسب لواحد بيزيد التستسترون عنده ورغبته جنسية إنه يتحمم بمي بارده أما النقطة الخامسة فبتسرع من كفاءة عملية حرق الدهون وزيادة خسارة الوزن وكسر الميزان أول شي لما تتحمم بمي بارده فأنت بتدربه الأكتر فبتخلص من احتباس السوائل بكل بساطة شعرات دموية عندك عمالها بتتقلص وبتنقبض والدمرة الدموية بتروح باتجاه منطقة البطن وعملية الاستحمام بمي بارده أقل من 20 درجة مئوية بتحفز عملية إدرار البول 163% وبالتالي انت عمالك بتخلص من السوائل لحتكون قادة عادة محبوسة في جسمك لأنك بتحمم بمي بارده على درجة حرارة 20 درجة مئوية بتزيد سرعة الحرق وحرق الدهون بالتحديد وعملية الايض 93% وإذا على درجة حرارة 14 درجة مئوية بتزداد 350% طبعاً لما انت عمالك بتحمم بمي بارده جسمك بتتكيف يعني يرفع درجة حرار جسمك إن كان من الارتعاش في العضلات أو من خلال استبدال الدهون البيضة بدهون بنية هاي الدون بنية فيها ميتكنديريا أكتر عشان هيك بتغير لونها وميتكنديريا لونها على حمار لون الخلايا الدهنية أو كثرة الخلايا الدهنية البنية معناته انت في الشتاء بتصير أدفى لأن هاي خلايا الدهون اللي عادتاً ما بتصرف طاقة بتصير تأخذ الدهون الموجودة فيها وتحولها إلى طاقة حرارية يعني حرفياً عمالك بتاكل وبتصنع حرارة زي مدفئة المنزل وهون وصلنا لنقطة بخلطوا فيها كتير من الرياضيين هل أنا أتحمم بالمي البارد بعد التمرين الرياضي ولا لا؟ الجواب بيعتمد على نوع النشاط الرياضي اللي بتعمله فإذا كنت من الناس اللي بتلعب حديد بتضخم كتلتك العضلية ورحت بعد التمرين الرياضي تحممت مي باردة على أساس أنك أنت بتقلل الالتهابات وبتساعد على أنك تاخد فوائد أكثر فأنت صديقي غلطان لو بدك تعمل هذه الحركة لازم تعملها بعد ساعتين من ممارستك للتمرين الرياضي لأنه بكل بساطة جزء من عملية التعافي هو الالتهاب اللي بيصير عندك في العضلة حتى يتروح الدورة الدموية تتوجه باتجاه العضلات المصابة ويستم توريد البروتينات إلها استحمامك بالمي الباردة هيقلص كمية الدم الرايح لعضلاتك وبالتالي وحيقلص من الاكتسترون الموجود اللي لازم لبناء الكتلة العضلية عند كل من الرجال والنساء فأكيد ما تتحمم مي باردة بعد التمرين الرياضي التمرين المقاوم والحديد لهدف وتطخيم رياضي هذا ما بنطبق على الناس اللي بلعبوا تمرين كارديو يعني واحد عماله بركض لساعات أو بعمل دراجة لساعات وحابب أنه يقلل السورنج والألم ويزيد من سرعة التشافي خصوصاً اللي بمارسوا تمرين الرياضة دراجات في سباقاته المتتالية كل يوم عنده تمرين فاللي عنده كل يوم تمرين حتى يسرع من الاستشفاء ممكن يستفيد من أنه يتحمم بالمي الباردة أو يتنقع في المي الباردة بعد عملية التمرين الرياضي حتى يقل يريح هذه الآلام والالتهابات في العضلات اللي ما تدمرت بس هلكت أما في النقطة السابعة فحنتناقش أنه هل الاستحمام بالمي الباردة بيئزي الدماغ طبعاً بالعكس هو بيفيد الجهاز العصبي والدماغ فاستعرض للثيرمال شوك أو للصدمة الحرارية لما أنت بتتعرض للمي الباردة بتزيد من إفراز بروتينات ممهمين لصحة الدماغ الـ M3 والـ N3 هدول البروتينات اللي بيحموا الخلايا العصبية وبيحافظوا عليها لما عند الصدمات والاسترسز العالية ونقصهم بيأدي أو بيلاحظوا أنه الناس اللي عندهم زهايمر أو مرض البريون القاتل بيكون عندهم نقص حاتف الـ M3 والـ N3 هاد بالإضافة أنه أثناء الاستحمام البارد التوتر اللي بيصير عندك ما بيخليك تلتهي إلا بعملية الخروج من هذا الوضع الغير مريح فبلاحظوا الناس اللي عندهم اكتئاب أنه بيقل عندهم الاكتئاب والتوتر بعد ما يخلصوا عملية الاستحمام مش بس هيك أصلا تحمم بالمية الباردة بيزيد من إفراز هرمونات السعادة اللي بتخليك أكثر شكاحا وانبساطا بعد الاستحمام أكيد أما النقطة التاملة لليوم فهو هل بدعم جهاز المناعة ولا لا أكيد بدعم جهاز المناعة فالاستحمام بالمية الباردة بيقلل من المناعة مؤقتا بسبب برودة الجسم فبالتالي بيقل نشاط جهاز المناعة هذا بيحفز الجسم من تصنيع المزيد من الأجسام المضادة وتصنيع المزيد من كريات الدم البيضاء زي نيوتروفرز والمونوسايتس لما جسمك يزداد عنده الكريات الدم البيضاء بيقلق فرصة إصابتك بالفلو والرشح والسخونة أثناء فترات الشتاء لكن دير بالك إذا أنت أساسا مناعتك ضعيفة ومعرض دائما الإصابة بالأمراض عندك نقص في الفيتامين دال وعندك أمراض مزمنة وتتحمم بالمية الباردة قد يكون هذا الانخفاض المؤقت في المناعة عندك هو السبب لإصابتك بالأمراض اللي أنت دائما عمالك بتصاب فيها أما لما نحكي عن مين لازم ما يتحمم بالمية الباردة هو بكل بساطة نحكي عن الناس المصابين بالأمراض المزمنة فإذا أنت مريض بالقلب وعندك تضيق في الشريين إيش أسوأ من أنه أنت تتقلص الشريين كمان ممكن تعرضك للإصابة بالجلطات القلبية الشغل الثاني إذا أنت شخص عندك ارتفاع في ضغط الدم فطبيعي أنه أنت متحمم بالمية الباردة يزداد تسارع القلب فإذا أنت عندك تسارع في القلب أساسا فهتتزداد مشكلتك سوءا الشغل الثاني بيزداد ارتفاع في ضغط دمك لما بتحمم وبالتالي بتزيد الخطورة اللي بتصير على كيلتك وعلى جسمك بشكل عام إذا أنت مريض سكر إن كان نوع تاني أو نوع أول فما في أسوأ من أنك تتحمم بالمية الباردة لأنه بكل بساطة رح يزيد من السكر في الدم فبتحتاج للأدوية أكتر وإنسلين أكتر حتى تخفض هذا السكر في الدم اللي ارتفع بسبب هذا التوتر اللي أنت حطط فيه نفسك بدون فائدة الشغل الثاني إذا أنت من الناس اللي عندك مشاكل في الشرايين والأورد العنكبوتية هذه المشكلة لما أنت بتدخل في عملية الاستحمام بالمية الباردة والتقلصات واحتباس سوائل ممكن يصير في إجريك ممكن يصير عندك تقرحات في الرجل فدير بالك بلا منها طالما بتعاني من هاي الأمراض المزمنة وأخيرا نوصلنا للسؤال مين أفضل استحمام بالمية الباردة ولا المية السخنة؟ بكل بساطة الاستحمام في المية الباردة مفيد والاستحمام في المية السخنة مفيد كل واحد إله فوائده فزي ما المي البارده بتنشتك وبتقلل من آلامك المي السخنة بتلخي عضلاتك وبتساعد الجسم على الاسترخاء عشان هيك أفضل وقت الاستحمام في المي البارده مش قبل النوم 4% من الناس لأسف عم بيستحم بالمي البارده قبل النوم شو يعني؟ هذا الشخص ما رح يرى في نام هديك الليلة ومع الوقت بفقد قدرة على النوم نهاية وبصير هذا الشخص ما عنده قدرة على الاستشفاء بتبلش التجاعيد تطلع بوجهه بسبب الأرق اللي عنده وبيصير عنده نقص فيه هرمونات النوم وبالتالي بيدمر صحته بالتدريج بسبب عادة صحية نفذها بوقت خاطئ أفضل وقت الاستحمام بالمي الدافئة هي ليلا وأفضل وقت الاستحمام بالمي البارده وصباحاً ظهراً أو حتى عصراً حتى تتعود أنك تتحمى بالمي البارده أكيد ما تعذب نفسك أنك تفتح المي البارده وتدخل فيها تحت الحمام مباشرة تحمى بالمي الدافئة زي ما أنت متعود استمتع بحمامك بس تتيج تخلص حول المي البارده السخنة لمية بارده 30 ثانية رجعها دقيقة مية سخنة اغتاح في المية السخنة رجعها 30 ثانية مية بارده وزيد مع الوقت المدة لتوصلها لدقيقة يعني آخر شي بعد ما تحول سخنة حولها للبارده تحمم شوي واسحب حالك واطلع بره الحمام دفه منيح مباشرة ما تطوله أنت بعد المية البارده وتعد تحكي أو تتماطل في عملية تنشيف نفسك لأنه ببرد جسمك أسرع بعد خروجك من الحمام مباشرة دفي حالة بنهاية حلقتنا اليوم اكتب لي بالتعليقات هل أنت من الناس اللي بتتحمم بالمية الباردة أو بتتحمم بالمية السخنة وهل أنت بتعمل عملية التباين مية سخنة مية باردة ولا لا وشو استفدت لما عملتها كيفية بالتعليقات كل شيء ينتاقش فيه مع بعض بنهاية حلقتنا اليوم شفت المعلومات بالفيديو مفيدة أكيد ما تبخل على غيرك بالشير فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره وأكيد ما تبخل على نفسك بأنك تنضم للقناة وتكمس شارة الجرس حتى تأتيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة إلك وأكيد بدعوكم تدعم نضموا لعالمنا الرائع بالفيسبوك عالم سمارس كيتو انت فاستنك بلنت وكل ما في الحلقة من معلومات ومصادر موجودة في التعليقات في المقال المثبتة بالتعليقات ونشوفكم في الحلقات القادمة وبأمان الله مع السلامة باي